أفعال كتير بيقع فيها كتير من الناس في رمضان وهم صايمين بدون علم منهم بأنها ممكن تبطل صيامهم وأغلب اللي بيقع في الحاجات دي لأسف هم فئة الشباب فاحنا في الحلقة دي حابين نلفت انتباه اللي ما يعرفش ونفكر بعضنا ايه هي مبطلات الصيام أهلا بكم في برنامج السيستم ودي حلقات خاصة لشهر رمضان مبارك أنا أحمد حسنين وقبل ما نبدأ يريد تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفروع عن استجرام ويلا بنا نبدأ الحلقة أول حاجة لازم نتكلم عنها في حلقة النهاردة هي الصلاة وطبعا نوصل بها صلاة الفروض كلام كلنا حافظينه أنه إحنا صغيرين الصلاة وعماد الدين فما أقامها أقام الدين وما انتركها هدم الدين وإحنا مش حابين نتكلم في الحلقة دي عن أفضل الصلاة ومده أهميتها والكلام ده كله لإن هيكون لي حلقة خاصة مفاصلة بإذن الله لكن الكلام هنا هيكون مع الصلاة والصيام مع بعض تحديدا في رمضان الكلام الصريح كده كله تضعه بدون لف ودوراني يا صديقي فالصيام لا يقبل بدون صلاة حتى لو أنت صايم بكل جوارحك وكل حاجة فيك وممتنع عن كل حاجة بتفتر سواء معنويه أو مده واسمع أنت كده كلام الشيخ الشعراء وكان بيقول إيه لما تسأل عن الصيام بدون صلاة اسمع كده قال لي ما خليش بقى لما يقوله بالصومة لما تصليش ما يقوله ليه؟ لأن الصلاة هي طوكم الوحيد الذي لا يسقطه عن الإنسان أبدا ده غير إن الإمام ابن بازي وحمه الله قال إن الصيام بدون صلاة لا يقبل لأن ترك الصلاة كفر والكافر لا يقبل منه أي أعمال تانية صالحة وأعماله بتحبط فلو أنت مش مهتم بالصلاة على الأقل ابدأ اهتمي بها في رمضان يمكن تكون دي بدايتك إنك تحافظ عليها بإذن الله وبعد كده ننتقل لتاني حاجة بتبطل الصيام ومش هنطول فيها لأن كلنا تقريبا عارفينها وهي الأكل والشرب طبعا وطبعا أقصد أي حاجة هتحطها في بقك وتاكلها أو تشربها ويوصل لحلقك ولو جزء بسيط منها فخلاص كده يا باشا صيامك فسد وبقى من الواجب عليك إخراج مكفرات الصيام وتسوم يوم تاني ما كانه والتوب بتستغفر ربنا لأن إفطار يوم في رمضان بدون عذره عن قصد كبيرة من كبائر ومن الواجب الاستتابة عنه فاخد بالك يا صديقي ومتستقلش بالإفطار عن عمد في نهار رمضان مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب ونيجي بقى للنقطة اللي بعد كده وهي خروج الماني من الشاهق إن خروج الماني في نهار رمضان بيفطر ولكن ده في حالة إنه خرج عن طريق القصد بأي طريقة من الطرق أما الاحتلام الطبيعي في ده عادي مفيش فيه أي مشكلة حتى لو حصل في نهار رمضان بيختسل ويكمل صيامه عادي خالص ولا كإن حاجة حصل ومعلومة كده لك على المشيب المناسبة بيقول جمهور الفقهاء فالماني في حد ذاته أصلا طاهر ولو في ماني على هدومك وقمت محتلم مثلا واختسلت وعايز تلبس نفس الهدوم تاني فممكن تمسح على المكان اللي فيه ماني بمية لو انت لسه حاس إن مكانه موجود وتصلي وعادي بنفس الهدوم ولو كان نشف فممكن تفرق مكانه بس بإيدك كده برضو وتلبس نفس الهدوم تاني برضو عادي وورد في الموضوع ده حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها بأنها كانت بتفرق مكان ماني النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بنفس الهدوم تاني عادي خالص بعد كده نيجي الحجامة واحدة من الحاجات اللي وصنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع اتفاق أهل العلم عن إنها سنة وصية نبيية ومفروض نتبعها فبرضو اختلفوا في مسألة هل الحجامة بتفطر ولا لا وده لإنه أصلا مرض عن نبي صلى الله عليه وسلم حديث بإنها بتفطر أفطر الحاجم والمحبوب إلا إن بعض أهل العلم قالوا إنها لا تفطر إلا في حالة إن إنسان هيضعف بسببها ومش هيقدر يكمل صيام والأولى إنه يستنى لحد ما يفطر ويعملها من بعض الفطر ومن المذهب اللي حرمت الحجامة في النهار رمضان هو مذهب الإمام مالك بن أنس ومذهب الإمام أحمد بن حمل وده بحالة إنها كانت هتسبب الضعف للصائم وهتخليه يفطر بسببها أو هتشكل عليه أي نوع من أنواع الخطر ممكن يحصلوا بسبب اجتماعهم هي والصيام عليه في وقت واحد فمن الآخر كده يفضل إنك متحتاجمش في نهار رمضان وعلشان تفطر ولا تتعد ونيجي بقى للجزء اللي بعد كده واللي خاص بالنساء بشكل خاص وهو مسألة الحيض من الحاجات اللي بتسبب فساد الصيام هو الحيض في نهار رمضان ولو حتى قبل المغرب بأربع ثواني مدام اتحاضط المرأة قبل دخول وقت المغرب في الصيام اليوم ده كله خلاص فساد وبقى من الواجب عليها إنها تعود صيام يوم تاني في مرة تانية في وقت تاني أما بقى الأمر اللي بعد كده مش متعلق بحاجة أنت بتعملها مزاجك وبقرطك لكن متعلق بحاجة ناس كتير بيعملها لكن غصب عنهم للأسف وهي مسألة غسيل الكيلة أجمع علماء كثير إن غسيل الكيلة في نهار رمضان من مبتلات الصيام وده لإن غسيل الكيلة بيعتمد برضو في الأساس على إخراج الدم برا الجسم ورجوعه مرة تانية لي مع بعض المواد الغذائية زي السكريات والأملحة وعلشان كده بيعتبر غسيل الكيلة في نهار رمضان حكم وحكم الإفطار بالأكل العادي إلا إنه يختلف عنه هو إنك معليش أي زنب أو وزر بسبب رخصة المرض ربنا يا ربي يعفينا ويشفي مرضى المسلمين أجمعين وبكده نكون وسن نهاية حالة النهاردة استنونا في حلقة جديدة بكرة إن شاء الله نتقاكم على خير ما تنساش تستغفر ربنا سلام